إنها قصة مختلفة قليلاً من إيطاليا وإن كانت لا تبتعد بحثياتها عن الوجوه المكممة وقصص الفيروس المتفشي وضحاياه ما الفائدة من إخبارنا المصاب بأنه مصاب ونتركه مع قائمة طويلة من الأدوية التي يجب عليه شراؤها سنزيد في هذه الحالة من صعوبة وضعه أما بطريقتنا فلقد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية جداً ما يقوم به الطبيب الإيطالي أمر بسيط جداً إلا أن تأثيره كبير جداً كما أشار وهو زيارات إسبوعية يقوم بها الطبيب برفقة مساعده إلى منازل المصابين في البلدة لا تقتصر الزيارة على الفحص والكشف بل وتتضمن مجموعة من الأدوية يقوم الطبيب بشرائها إسبوعياً يتركها لدى المريض كما يترك رقمه الشخصي بحوزته فإن حصل طارئ ما على المريض الاتصال فقد وسيحضر الطبيب فوراً بمجرد رؤيتنا ونحن ندخل المنزل هو أمر يبعث على التفاؤل بالنسبة لهم يشعرون بالخوف ورؤية وجوهنا من خلف الكمامات سيشعرهم بالأمان أحدهم قال لي لقد ظننت أنها النهاية ولكن حين رأيتكما قلت لنفسي لست وحيداً وقد أعيش وهي كلمات رائعة بالنسبة لطبيب أن يسمعها يدق الطبيب على ناقوس الخطر الأهم برأيه فاللعباء سينتهي ولكن الأهم هو الحفاظ على سلامة النفس البشرية فالخوف والقلق والوحدة كلها مجتمعة قد تكون فتاكة أكثر من أي بيروس رسالة كتبها الطبيب الإيطالي في يوميات بلاده وصراعها المستمر مع الوباء في الأرجاء